كاميرا رباعية 64 ميجا بيكسل شحن سريع 40 واط شاشة كاملة الكاميرا الأمامية السيلفي منبتقة اليوم رح أفتح صندوق أو أنبوكسنج لهاتف هواوي Y9A هذا الإصدار الجديد من هواوي طبعا فيه كاميرا رباعية 64 ميجا بيكسل بالإضافة إلى شحن سريع أو اللي نسميه خارق 40 واط بالإضافة إلى شاشة كاملة لأن الكاميرا الأمامية السيلفي منبتقة خلونا نوريكم العلبة أو الكرتون الخاص بهواوي Y9A والحين ببدأ أفتحها بسم الله هذا الجحاز كفر الشاحن USB Type-C السماعات ولو تلاحظون السماعة مدخل 3.5M شاحن 40 واط شاحن خارق وسريع من أمام شاشة كاملة زي ما قلت لكم لأنه الكاميرا تطلع من قد خلونا نشوف من خلف كيف شكل العدسات الجهاز يجي من الجانب هنا مكان البصمة بصمة الأصبة وهو نفسه زر التشغيل رفع الصوت هذا أو التحكم بالصوت هنا حطي مكان الفلاش هنا مكان الأربع عدسات 64 ميجا بيكسل وثمانية ميجا بيكسل وثنين ميجا بيكسل وثنين ميجا بيكسل وثنين ميجا بيكسل في هذا الجوال يوصل إلى 51200 طبعا تدعم الوضع الليلي أو التصوير بالوضع الليلي طبعا بطارية الجهاز 4200 ميلي إمبير الشحن الخارق 40 واط يعني من صفر إلى 70% في تقريبا نصف ساعة هذه واجهة الـ MUA خلونا نشوف والشي التطبيقات اللي تعتبر معتمدة وموجودة في متجر تطبيقات هواوي هذا المتجر في عندنا التيك توك السناب شات عندنا توكلنا أب فايندر دوال سبيس هذا اللي يقسم لنا التطبيقات إلى قسمين عندنا نون مدرستي موجود فيه أكسترا كثير من التطبيقات متوفرة في خطوة أو نقطة مهمة جدا في تطبيق اسمه البيتل سيرج البيتل سيرج هذا يعتبر متجر آخر نقدر نحمل منه كثير من التطبيقات وافق لو نبحث مثلا هذه التطبيقات موجودة فيه نقدر نحملها خلونا مثلا نحمل تطبيق أفضل التطبيقات المحلية بنلقى الواتساب من بينهم بحمل الواتساب تثبيت تنزيل من موقع الواتساب الرئيسي والحين الواتساب تحمل فتح خلاص يشتغل الموافقة والمتابعة فيه تطبيقات أخرى عندنا تثبيت السناب شات مثلا تليجرام عندنا توكلنا لنشوف قفل الجهاز وكلمة المرور بصمة الأصبع هذه البصمة على جنب خلصنا البصمة بصمة الأصبع حط أصبعي على طلب نشوف استجابتها بالبصمة على فكرة بس لمس بدون ما أضغط نشوف قدرات الكاميرا فيه عدسة واسعة فيه عندنا تقريب يدعم تقريب إلى عشرة أو X10 نشوف كيف شكل الصورة الآن نشوف الحين حركة كاميرا السيلفي نشوف الحين حركة كاميرا السيلفي ركزوا فوق هنا هذه ميزة الكاميرا السيلفي إنها تعطيني شاشة كاملة للجهاز سواء إذا أنا بستخدمها في الجيمينج أو بستخدمها أني بتفرج على فيلم شاشة بحجم 6.63 بوصة كاميرا السيلفي جميل تصويرها بدون مبالغة يعني المكان عندي ما في إضاءة زي ما تشوفون إضاءة خافتة وطلع لي الصورة بشكل جميل ورائع مكان الشريحة يدعم شريحتين من الخلف ومن الأمام من المميزات اللي أعجبتني في هاتف هواوي واي 9A اللي فيها تعدد المهام أو اللي يسمونها مالتي تاسكينج يعني على سبيل المثال عندنا الحين هذا هو الجوال وفتحنا مثلا أي تطبيق آخر نبغى نفتح تطبيق ثاني يكون نافذة منبثقة هذا هو طلع لي مدير ملفات كنافذة منبثقة أقدر أكبرها كذا وأرجع للتطبيق الأول أو أني فقط أخليها مثلا تطلع لي كنافذة منبثقة أسوي الشغلة اللي أبغاها وبعدين أقفلها وأنا مكمل في التطبيق الخاص فيني طبعا هذه القائمة يقدر الواحد يضيف منها تطبيقات هو يبغاها كاختصارات له وهذا الجهاز اللي يعتبر من فئة متوسطة فما فوق ومنافس بالأسواق بسعر ألف ريال فقط هاتف هواوي Y9A شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو وأتمنى أني تحدثت عن أبرز وأهم مواصفات هذا الهاتف راح أحط لكم في الديسكريبشن كافة مواصفات هذا الهاتف وإيش المميزات اللي موجودة فيه بالإضافة لسعره هذه أطيب تحية كان معكم طارق الجاسر ولا تنسون الفالو على التويتر والسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب في أمان الله شكرا